هذه الطرقات ليست في قرية نائية أو منطقة جبلية وعرة بل هي في حي القادسية بمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين الحفر والإسفلت المهترئ أهم ما يميز الشوارع الرئيسية والفرعية في حي القادسية المتروكة منذ فترة طويلة بلا تبليط ولا إعادة تعبيد يعتبر حي القادسية من الأحياء الكبيرة داخل مدينة تكريت حقيقة هذا الحي يعاني ما يعاني من حفريات المجاري وهو المشروع الذي أقرض من تنمية الأقاليم عام 2012 توقف العمل في المشروع فبعد أن باشرت إحدى الشركات المعنية بمياه المجاري بحفر الشوارع غادرتها على هذه الحال دون أن تكمل المشروع أو حتى إصلاح ما تم تخريبه فعاد هذا الأمر بالضرر على أهالي القادسية وصاروا وسط معانات كبيرة في مختلف أحوال الطقس ففي الصيف يلفهم الغبار وفي الشتاء يطمرهم الطين ويعيق حركة سياراتهم شركة مشروع المجاري والمياه الثقيلة وتم حفرها بالكامل الشوارع وأصبحت وبعدها شركة ذهبت ولم تكمل عملها ولا تقتصر المعاناة المتولدة من جراء ترد الشوارع على أصحاب السيارات بل تحمل أيضا أضرارا على المستوى الصحي بفعل تحول حفر الشوارع إلى مستنقعات مياه تتراكم فيها النفايات بسبب غياب دور البلدية يعني ماكو يجي يسوينا حال بالشوارع حفروها كل هوا وراح المقاول وخذ الفلوسها وراح أو عافل الشوارع مالتها أمكسرها والناشد المسؤولين بهالحالة هايا أما الحكومة فلا يعنيها هذا الأمر في شيء استنادا إلى معطيات الواقع الخدمي في تكريت ومثلها كل مدن العراق ولعل أكثر ما تجيده الحكومة هو تسجيل هذه الشوارع في المخططات الورقية على أنها مبلطة وأنفقت عليها أموال طائلة ضمن سلسلة الفساد اشتركوا في القناة